ولكن كمان كان عندنا تصرحات مهمة جداً لأحمد الكندوسي مع انضمامه للنادي الأهلي نشوف التصرحات دي ونعقب عليها السلام عليكم الحمد لله كما تشوف اليوم بايت في نادي الأهلي وكانت كل أمور كانت تمت على العام الجيد وأشكر وفاق سطيف وأشكر الأنصار وأشكر زملائي وكل الطاقم الفني والإداري وأشكر زملائي بزيف وإن شاء الله يتحسن بزيف مستوى وإن شاء الله وفاق سطيف تحقق بطولات بسك هي من الفرق اللي كل عام تحصد بطولات وأنت من الفريق توفيق لهذا الفريق من السيوش خيره اللي هو وصني اللي يجري بالعصاء هو اللي يطلع عنه وصني المنتخب الواطع عنه وإن شاء الله أننت من الفريق في باقي المشوعة رسالة مهمة بيودع فيها القندوسي فريقه وبيوجه رسالة مهمة جداً أعتقد للفريق أنه عنده طموحات مع النادي الأهلي وأكيد أي لعبة جماعة داخل في القرى يتشرف بالانتماء للنادي الأهلي لو عندك خيار النادي الأهلي وأي خيارات أخرى داخل في القرى فالخيار الأول والأخير هو النادي الأهلي أعتقد يا أسان والله بالتأكيد يا فارس نتمنى للتوفيق